تتواصل الدينامية التي تشهد علاقة المغرب مع كبريات الدول اقتصاديا وثياسيا وديبلوماسيا حيث وثابيع فقط على الاتفاق الروسي المغربي فيما يخص الصيد البحري وقع كذلك المكتب الشريف للفصفات اتفاقية للبحث والتطوير مع مجموعة ثانية تتواجد بمدينة ووهانا الاتفاقية الجديدة بين الصين والمغرب فيما يخص البحث والتطوير بقطاع الفصفات فسرها الكثيرون بحصد نتائج سياسة تعدد الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمملكة خاصة انها تشمل جميع تراب المملكة بما فيها الاقليم الجنوبية ومنطقة بوكراع بشكل خاص الاتفاقية الجديدة التي تقرب الصين من الصحراء المغربية يفسرها المتتبعون كذلك باستيعاب الصين للتطورات الجارية في المنطقة وتحول المغرب واقاليم الجنوبية الى بوابة قوية توفر البنية التحتية اللازمة لتكون محطة انطلاق نحو الأسواق الافريقية والأوروبية على حد ثواء هذا وأعلنت كل من مجموعة المكتب الشريفة للفصفات والمجموعة الصينية هيوبي فوربون تكنولوجي يوم امثل اثنين عن توقيع اتفاق من اجل خلق مشروع مشاركة في مجال البحث والتطوير بهدف تطوير حلول اثمدة من الجيل الجديدة والفلاحة الذكية وأوضح بلاغ مشاركة ان هذا المشروع المشاركة الذي ستكون حثث المشاركة بتثاوي خمسين في المئة بين المجموعتين ويعمل في مجال البحث والتطويره يهدف لتطوير اجيال جديدة من الاثمدة وكذا النهوض بالفلاحة الذكية وفي موضوع اخر افدت مصادر بان وفدا امريكي رافع المستوى حل بمطار الداخل مساء الاثنين الرابع يناير الجري في زيارة خاصة الى المدينة واستنادا الى المصادر نفسها فان الوفد الامريكي يضم مسؤولين عسكريين امريكيين كبار ومدنيين في زيارة خاصة الى الجهة تأتي في اطار الاستعداد لافتتاح قنصلية امريكية بمدينة الداخل وبحسب المصادر فالوفد الامريكي انتقل مباشرة الى مقر اقامته على ان يقوم اليوم الثلاثاء بعقد ثلثلة من الاجتماعات مع مسؤولي كبار الشخصية بالجهة الرئيس الجزائري يدعو الى اليقادة والحضر لمواجهة تطورات الغير المسبوقة بالمنطقة ترأث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين اول اجتماع للمجلس الاعلى للامن بالبلاد في 2021 بعد عودة من رحلة العلاج بعلمانيا جراء اصابة بفيروس كورونا تم خلال تقييم الوضع العام بالبلاد والتطورات الاخيرة في المحيط الاقليمي المباشر والدولية بحسب بيان للرئاسة الجزائرية ووفق للبيان فقد دعت بون الجيش الجزائري والحكومة لاخذ الحيطة والحضر لتمكن البلاد من مواجهة تحدية 2021 خاصة مع التطورات الاقليمية المحيطة بالجزائر على حد تعبير البيانة اجتماع المجلس الاعلى للامن الذي يعد اعلى هيئة امنية والثيادية في الجزائر بعد الرئاسة ويجتمع دوريا لمناقشة القضايا الامنية والاقتصادية الحساسة المحلية والاقليمية حضره رئيس والعسكر الجزائرية سعيد شنغريحة ورئيس الوزراء عبدالعزي جراد ووزير الخارجية صبر بوقدومة ومسؤولون بالرئاسة والحكومة واشار البيان لان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبونة وجه قيادة الجيش والحكومة والجهاز الدبلوماسي والاقتصادية بضرورة ابقاء اليقض والحضر على جميع المستويات لتمكن الجزائر مما اثماها عبور المراحل المهمة المقبلة ومواجهة التحديات في عام 2021 مع التطورات الغير المسبوقة التي عرفتها المنطقة في الآونة الاخيرة وخاصة ضمن المجال الاقليمية المجاورة حديث الجزائر عن ما تسميها التحديات المحيطة والتطورات الغير المسبوقة بالمجال الاقليمي المجاور تأتي في ظل انتعاج من التطورات الاخيرة التي عرفها النزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية على ضوء الانتصارات الدبلوماسية الهامة التي حققها المغرب وذلك بعد التحول الغير المسبوقة الذي طرأ على الموقف الامريكي من هذا النزاع بعد قرار واشنطن الاعتراب بثيادة المغرب على الصحراء وفتح قنصلية امريكية بمدينة الداخل فضلا عن الدعم الاقليمي والدولي الذي حظي به تدخل القوات المثلحة الملكية في الثالث عشر من نوانبر الماضية لتحرير وتأمين معبر القرقرات واكد تواصل مثلثل فتح تمثليات الدبلوماثية الاجنبية بكل من مدن العيون والداخل في تكريث لوحدة المغرب وتعزيذ سيادته على اقالمه الجنوبية ونبقى في الجزائر ايضا حيث يواصل النظام الجزائري العسكري ودميته البوليساري وحملاتهم الاعلامية للترويج لحرب وهمية بين الجبهة الانفصالية والجيش المغربية عبر مصرحيات صبيانية ومبتذلة وذلك باللجوء الى بروبوغاندا اعلامية عتيقة عفى الزمن عن اثاليبها البالية وبهذا الخصوص اوضح منتدى دعم مؤيدي الحكم الداتي بمخيمات سندوف ان الجزائر تستعد لانتاج واخراج كذبة جديدة حول الحرب الوهمية التي تدعي الجبهة الانفصالية شنها على المغرب في المنطقة العازلة ونشر المنتدى صورا للصحفيين من الاعلام الرسمية الجزائرية يصورون مشاهد تمثيلية للحرب الوهمية على ان يتم بث ولاحقا بعد تجميع مشاهد الحرب المفبركة واضف المنتدى انه بعدما لاقت تقارير تلفزيونية التي اعدها بكثير من التدليث والغش لاقت الكثير من الانتقاد والثخرية قرروا الاعتماد على تقنيات جديدة واثاليب تحترم المشاهد حيث يحاولون تجميع الثور الخاصة بالحرب بعناية شديدة وتصوير مشاهد تحاكي الواقع وتبين المواجهات المفتردة بين جبهة البوليثاريو الانفصالية والمغرب وكشف المصدر ان الجزائر عملت خلال الفترة الاخير على تحويل مخيمات تندوف الى استيديوهات كبيرة لانتاج افلام الاكشن بغية الدعاية المغردة ضد المغرب وترويج ادعاءات بوجود حرب طاحنة بين المملكة وعثابات البوليثاريو وشدد المصدر على ان الجزائر ستحاول بكل الطرق ان تثبت ما تحاول تسويقه عن الحرب مشيرا الى ان الجارة الشرقية حينها ارادت ان تثبت وجود حرب قامت بتثمية البرنامج بالمعركة الخفية لانها تعلم ان حرب خفية لا توجد بالشكل الذي تريد ان تصوره به آلة الدعاية الجزائرية لذلك ثمتها باسمها الحقيقية وفق تعبير منتدى فرصتان ويحاول النظام الجزائري الحاكم بمعية جبهة البوليثاريو والانفصالية اقناع الجميع بمعركة وانتصارات وهمية ضد الجيش المغربي في منطقة الصحراء المغربية قالت مصادر اعلامية ان دولة السلفادور الواقع بامريكا الوسطى قررت فتح قنصلية لها في العيون في القادم من الايام وبحسب مصادر فان وزارة الخارجية السلفادورية تجري اتصالات مع ناظراتي المغربية لوضع الترتيبات اللازمة لافتتاح القنصلية قريبا القنصلية السلفادورية ستكون الثانية على مستوى دول امريكا اللاتينية بعد قنصلية هايتي التي افتسحت بالداخل الرابع عشر دو جنبرا الماضية جمهورية السلفادور كانت قد قررت العام الماضية ثحب اعترافها بالجمهورية الوهمية وقطع جميع الاتصالات معها كما اعلنت عن دعم الوحدة الترابية للمغرب ومبادرة الحكم الداتية باعتبار الحلو الوحيد للنزع الاقليمية والى البلدة الشرقية بينما تشن دولة الجزائر حربا ديبلوماسية واعلامية ضد المملكة بعد الفتوحات الاخيرة للديبلوماسية المغربية فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية مركزة بالخصوص على الشيطانة المغرب بعد اعلانه اعادة فتح مكتبين للاتصال بكل من الرباط وتل ابيب ظهرت معطيات متيرة تطرح اكثر من علامة استفهام هذه المعلومات اسثوا ان دولة الجزائر لا تملك اي صفارة او تمثيلية ديبلوماسية لها في دولة فلسطين فالمعطيات تؤكد ان الجزائر تعتمد صفارتها في العاصمة السورية دمشق كصفارتين لدى فلسطين في الوقت الذي لم يتم فيه ابدا تعيين اي سفيرة رسمية لها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الطرف الاخر فالمغرب الذي ظل على الدوام مدافعا شريسا على القضية الفلسطينية افتتح منذ عقود من الزمن مكتب تمثيل للمملكة المغربية في رامالله يشغله اليوم عبد الرحيم مزيان الذي عينه الملك محمد الثالث في الثالث من يونيو 2020 سفيرا للمغرب بدولة فلسطين